تشكيل قطب سياسي من أكبر أربعة أحزاب موالات في الجزائر دعوة جاءت على لسان أحمد أويحي أمام قيادات حزب التجمع الوطني الديمقراطي عقب انتخابه آميناً عاماً له بالإنابة خلال دورة المجلس الوطني للحزب قطب سياسي أو تحالف رئاسي جديد سيضم إلى جانب التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني، حركة تجمع الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية مما قد يعيد برعي متابعين تشكيل الخارطة السياسية في البلد في مقابل تحالف قوى المعارضة التي باتت تشكل هاجساً للسلطة ندعو شركانا في الخيار الاستراتيجي السياسي وهم حزب جبهة التحرير الوطني، حزب التاج وحركة أمبيا هذه في الدرجة الأولى إلى التشاور والعمل لتأسيس قطب سياسي مشترك لتأسيس دعمنا لرئيس الجمهورية ولتقوية صوتنا في النقاش السياسي في الساحة ويأتي تغيير على رأس ثاني أكبر أحزاب الموالات بعد الحسم منذ نحو أسبوعين في قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم تغييرات في هرم الحزبين الرئيسيين في الجزائر يرى مراقبون أنها مؤشر على توافقات سياسية تمت بين أجنحة السلطة تحسباً لمرحلة قادمة هاتين الألتين التي يمثلهم حزب السلطة يتم تحضيرهم الآن لعملية ترتيب المرحلة القادمة قد نشهد انتخابات رئاسية مسبقة وقد يكون الأمر مجرد استعداد للاحتبالات الطارئة نحن نعرف الوضع القائم في البلاد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة الرئيس في وضع صحي صعب أحمد أويحي الذي يشغل حالياً منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية سيقود الحزب إلى غاية المؤتمر القادم للتجمع الوطني الديمقراطي المقرر نهاية العام الجاري إذن عاد أحمد أويح مجدداً على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر شريق قوي للسلطة في الجزائر عودة تثير تساؤلات فبينما يرى البعض أن تراجع عداء الحزب وراء تغيير قياداته يرى أخرون أن تغييرت التي طالت رأس حزب السلطة في الجزائر مؤشر على مرحلة جديدة في منظومة الحكم قد تتضح ملمحها خلال الأشهر القادمة محمد جراد الحرة الجزائر